شوف الفارق بقى ما بين محترف ومحترف ما بين محترف انت بتضرب له تعظيم سلام الجمهور رأس عشرة بلدي لما علق شارط الكابتان على دراعه وكل الاهلوية من المحيط للخليج فرحه وزقطاته وهياصه وفي منهم البكة وكمان وعايت لما شاف عليه معلول شايل وحطت على ايده شارط القيادة في نادي الاهلي وما بين محترف بتكسر وراه قوله مش قوله ده انت بتكسر وراه زير وهو مودست انتوني مودست المفروض بكرة هيكون اخر يوم في عقد انتوني مودست مع النادي الاهلي تعالوا وقري لحضراتكو ارقام مودست مع النادي الاهلي حتى الان مودست لعب 30 مباراة شارك 14 مباراة اساسيا سجل 6 اهداف صنع 14 مساهمات تهديفية في 30 لقاء لعبهم منهم 14 لقاء اساسي على الجانب الاخر تعالى وريلك ارقام وسامة ابو علي عشان عندي تفاصلتين في مودست وتعليقين على قصة مودست ارقام وسامة ابو علي وعلى فكرة اللي جاب وسامة ابو علي هو اللي جاب انتوني مودست عشان دي نقطة هبني عليها في كلامي مع حضرتك دلوقتي وسامة ابو علي لعب 13 مباراة شارك اساسيا 8 لقاءات سجل 5 وصنع 3 يعني 8 مساهمات تهديفية في 13 لقاء لعبهم 8 منهم كاساسية موضوع مودست ينقسم الى شقين الشق الاول انه وارد ان العين اللي جيب لعيب جيد تخطئ ويجيب لعيب غلط وجيب لعيب وحش لان العين اللي جابت وسامة ابو علي سواء كولر او لجنة تعاقدات هي نفسها العين اللي جابت وسامة ابو علي وهي اللي جابت امام عشور وهي اللي جابت رضا سليم وهي اللي جابت لعيبة تاني فده وارد وارد ده وارد وطبيعي وموجود ولما بيكون لعيب محترف بيحقق بيشارك في صنع بطولات بيرفع رأس جمهوره للسامة زي علي معلول الناس كلها بتحطوا فوق دماغها وزي ما كنت بقول لحضراتكم لما يبقى لعيب زي مودست زي ما قولك هو ما عايش الناس بتكسر ورا زير مش قول بس زي ما احنا نكون موضوعين ومنصفين ولما تيجي تقيم الصورة تقيمها على بعضها يعني النهار دا انت لما تيجي تقيم شغل لجنة التخطيط ولما تيجي تقيم شغل لجنة الكورة لما تيجي تقيم كولر تشوف هو دخل كم بطولة اخذ منهم كم بطولة جاب كم تعاقد وكم لعيب اللعيبة دي افرازت عن ايه وحققت ايه مع المجموعة اللي اصلا كانت موجود فلما تيجي تحسب الحسابات دي عشان تبقى منصف في موضوعي هتلاقي ان النادي الاهلي تقريبا محقق العلامة الكاملة في كل البطولات اللي دخلها من كاسة عاملة اندية لدوري ابطال افريقيا لسوبر افريقي هو الوحيد اللي فلت منه لدوري انا بكلم عن الموسم اللي فلت للدوري للكاس للسوبر مصري يالك كل التفاصيل دي كلها فهنا اه فيه قرار خطأ اتخذ لان ما فيش حد نبي ولا ملاك ما بياخدش ما بيعملش اخطاء ولا بياخد قرارات غلط بس في الاخر حتى لو اتخذ قرارا خاطئا نتيجته في الامتحان هو فوق ال95% ولكن المفروض بقى كان ايه اللي يحصل المفروض ان لما حصل لو تفتكروا حضراتكو لما حصلت صفقة مودست انا طلعت ساعتها على الهوى قلت لحضراتكو يا جماعة المعطيات اللي على اساسها تم التعاقد مع مودست معطيات سلبية معطيات لا تنبئ ان الصفقة دي هتعمل نجاح كانت ممكن تعمل نجاح ويبقى استثناء بس الاسباب اللي قدامك بتقول ايه المعطيات اللي قدامك اللي على اساسها ايه حد بياخد قرار في اي موضوع في الدنيا كانت بتقول لها ان المعطيات دي سلبية مش هتؤدي الى نجاح وده اللي حصل على عكس مسل وسام ابو علي على عكس امام عشور هنا بقى نطل نوف قدامها ان المحب مش لازم يدافع عمال على بطالة انت ساعتها فيه كناس كتيرة طلعت اتكلمت وده الرافال الفرنسية وده الغواصة الالمانية مش عارف الهليكوبتر الانجليزية وقعد يغالي ويمعن في الحفاوة الشديدة بمودست هو مشافوش ولا هو حتى ارى ارقامه كويس ان هو السنة اللي فاتت ما شاركش غير في سبع لقاءات كبديل من شارك في عدد لقاءات واحد وعشرين لقاء منهم سبعة كأساسي وجاب جول وحيد يعني ارقامه في منتهى السوق اه كان ممكن يبقى مهاجم جامد بس زمان مش السموس المفتوط خالص وسنه كبير والاهلي كان عايز مهاجم أساسي يلعب بيه بكل بطالة فككل المعطيات مش في صالحه فالحب مش ان انا ادافع مال على بطال الحب مش ان انا اقول كلام عكس الحقيقة عشان اباني ان انا في ظهر ندي لا بالعكس ده هو حتى من الصدق ان انا اه يعني اه ارد الشخص اللي انا بحبه او جيل انا بحبه عن الخطأ او عن القرار الغلط لهم في سبيلهم لاتخاذه فكان المفروض والصح والموضوعية تقول ان جماعنا استعرض ارقامه وان ايش هب منتهى الموضوعية من عدش نغالي ونسهب فيه الحفاوة بامكانيات ومعطيات سلبية جدا عشان نظرها انها حلوة لان في الاول في الاخر الكورة اه يعني اعيانا بيانا يعني عاملة زي البطيخة جايها حمرة مفهاش فانت هتشوفها هتشوفها مش هينفع تقول حاجة او المعطيات تبقى بدخلها كوروم بتطلع بطيخ في الاخر ولكن في الاخير زي ما قلت لك لما تيجي بص على الصورة كاملة حتى لو فيه قرار خاطئ قرار غير موفق ولكن النتيجة الاجمالية هي بالتأكيد نجاح منقطع النظير سواء لكولر او لجنة الكورة او لجنة التخطيط وزي ما كنت بقول لحضراتكم نفس العين اللي جابت وسام ابو علي وجابت امام عشور وبرسي وكلام ده كله هي نفس العين اللي جابت مودست فوارد جدا ان انت تبقى بتخطئ وتصيب المهم النتيجة الاجمالية بتقول ايه ونتيجة التجربة اللي انت عاملها في الاخر كواحد زي كولر ده لم تجي تخيمه بعد مشورهم على الاهلي بالتأكيد هتدي له نسبة نجاح تقترب من المية في المية